انت بقى في نادي الزمالك دايما كان عندك بعض الوقوسات كده وانت بتلعب ايه المرحلة اللي كانت حلوة قوي في حياتك في نادي الزمالك ومرحلة اللي كانت صعبة جدا في حياتك في نادي الزمالك المرحلة اللي كانت حلوة في نادي الزمالك يعني ايه من يوم ما روحت نادي الزمالك في 2008 كانت حلوة جدا لحد من 2008 حد امت لحد 2017 يعني كل لعبي في نادي الزمالك لان الحمد لله كنت بلعب كرة وقد نظر بقى عن الماديات والمشاكل الماديات لاني طبعا انا اول خمس سنين اللي عبتهم في نازل زمالك يعني مادية صفر وكانش في حاجة خالص مفيش حاجة خالص بدون مبالغة يعني مفيش حاجة خالص حصل بقى فيهم صورة وحصل فيهم يعني حاجة ظروف كتير في البلد فمفيش فلوس يعني في ظروف كانت صعبة جدا اصلا في نازل زمالك عموما يعني ورغم كده كنش بنسمع عنك مشاكل لان انا كنت لسه جاي من المنصورة طبعا ممتاز به مرة واحدة ايت نفسي في نازل زمالك فدي القصة مختلفة تماما يعني انا حسيت ان انا في نقلها كبيرة جدا فانا كنت حابب لله حاجة دي والحمد لله اشتغلت على نفسي من تاني موسيملية كنت في منتخب مصر مع كابتن حسن شعاتة اول مبارالية في 2010 في منتخب مصر مع الكابتن بقى مع الدلاكش المنتخب بجابت ريكا ورحمد عيد عب مالك والجمعة كابتن عسام الحضر كابتن عباح دي يعني ما احترام الناس كلها كابتني فانا اقصد ان انا يعني عشت الحاجة الكويس حد 2013 جات الثورة قامت في مصر بس انت قلت لي حتى الوقت خليتني بقى ايه اسرح شوية انه انت عشان جاي من المنصورة جاي من فرقة درجة تانية فانت دخل على الزمالك فجأة فانت كنت مقدر هذه النعمة فما كنتش بتقف كتير عند امور مالية ومشاكل انا كنتش مكان في ايه حاجة بس اقل ليه وفتح عند دي فيه لعيبة كتير بصراحة كلهم لعيبة عظيمة بس مكنوش يحلموا يلعبوا مع الزمالكة والاهلي ولما الحلم دا يتحقق تلاقيه هبا بقى ممكن الزمال تتغير الله اعلم يعني ايه الاوضاع بس انا بقولهم نصيح لان انا جربت اما تخرج من الناس زمالك هتعرف ان انت في نعمة كبيرة جدا اما تبدأ تخرج وتروح مكان تاني بقى هتعرف ان انت في نعمة كبيرة جدا اكبر من الفلوس واكبر من كل حاجة فانت لو مشيت منها تبدأ تفهم الحاجة اللي انت او ممكن هم عشان جربوا اندية تانية كتير فالموضوع بقى بالنسبة لهم عادي لكن اللي لعب في الزمالكة طول عمره كده وهيجي يروح مكان تاني الموضوع بقى صعب ايه واحد يقول لك ايه انا لما بلعب في الزمالكة او لما بلعب في الاهلي مانا لأ مانا برضو عايز فلوس كتير هو بقى كل واحد بتفكير وممكن ياخد فلوس كتير بس هيروح مكان اي مكان بقى زي الاندية اللي موجودة في الدور المصر يعني الاندية محترمة وكل حاجة بس ما وراهاش قاعدة جمهارية وما وراهاش سند وما وراهاش اعلام يعني النهاردة مثلا اللعب الاهلي والزمالك بلعب مطش واحد هو النهاردة كوكا في النادي الاهلي لعب كان مطش صح؟ كان مطش صح عدد غالي جدا وبقى في منتخة مصر الاول كان كابتن في منتخة مصر اولمبي لا انا عايز اقول لحضرتك حاجة ان في زي كوكا كده ممكن واحد يلعب اربع مواسم يتقال عليه ده العب صغير بيكتسب خبرات مثلا في سراميكا في المسموح لسه هيكتسب خبرات اربع سنين ما فيش حد شايفه ولا حد عارفه لسه صغير عشرين سنة وهيبقى إلعب سنة واثنين وتلاتة والنادي بتاع بقول عليه ناشئ نهاردة كوكا في النادي الاهلي مطشين في منتخة في مصر زيزو كان فين قبل الزمالك بقى دلوقتي بتحطيه ورقب واحد ومصر كلها بتحطيه وراه في كل مكان عشان نادي الزمالك طيب انت قلت لي من ساعة ما دخلت الزمالك لحد ما مشيت في عشرون سبعة عشر انت كنت مشتبت هي السنة الاخيرة ده السنة الاخيرة الزروف انت عارف النادي دايما لما ببقى في اخفاق يعني هما مش عارفين هي بتبقى جاية في مين اه بتقيمش بتجي في مين اه يعني مثلا ما بلعبوش مش في التشكيل اصلا ويشيلك انت الخسارة يعني معنى مالي اه اصلا مش عارف احنا هنمشي براهيم هتمشي براهيم ليه ده براهيم ده كابتن من كبات النادي وشلكه كتير وشلت كتير يعني الاخر السنة دي اللي كان الزروف فيها وحشة لان التيم كله وقع والمستوات كانت صعبة جدا ومفيش بطولات فهم عايزين حد بقى يشيل الموضوع فتعلا في براهيم لا مجيش في براهيم كانت يقال دايما انه كبات النادي الزمالك كبات النادي الزمالك على مدار السنوات مش بس حتى في الفترة بتاعي دي دايما بيشيلوا مسئولية اصعب من اي كبات اخر بالضبط ما هي دي الحقيقة انه انت فجأة اي مشكلة انت اللي شايل بالضبط ما هي دي اللي انا بتكلم فيها انا مثلا من 2014 2015 اللي اعظم سنة اللي بتاع بقى في النادي الزمالك اللي خدنا فقى دور وكاس مع مستر فريرا دي 2014 الحياة مختلفة تماما الحمد لله بتحط والفريق كله بتحط فوقية وانا كابتن الفرقة وكل حاجة وخدت دوري وخدت كاس وخدت سوبر وخدنا كل حاجة الامور دي كلها كويسة ففي سنة واحدة الامور دي كلها بتتغير معاك فانا يعني حتى في الوقت ده خدت الامور ببساطة جدا لانه كنت لسه مجدد عقدي ثلاث سنين معنات زمالك استأذنت الانتشار مرتضى انا بعد انك عايز امشي والامور جات بالطراضي ومشيت لاني كنت حاسن ان انا هبدأ ادخل في مرحلة مش حلوة والجمالية اللي بتحبك جدا تبدأ تزعل منك فانا قلت لأ انا كده كويس جدا علعب مكان تاني وبرضو الناس مرتبة طبيعية وبيحب بنات زمالكي حد النهاردة فده بالنسبة لي هو المكسب الكبير يعني اللي انا كسبته من الكور عمويا